في الفيديو ده بنتعرف على ازاي تعمل بث مباشر من موقع ستريميار باكلمك على موقع يعني مش برنامج يعني مش محتاج منك اي حاجة خالص كمان بعرفك على الاعدادات المهمة جدا اللي انت تزبطها للبث المباشر علشان البث المباشر بتاعك يظهر في بحث اليوتيوب ويجي لك ناس جداد اثناء البث المباشر نفسه هنشرح كل حاجة النهاردة من الموبايل وعلى فكرة حتى لو انت بتدخل من تطبيق اليوتيوب او عندك اي برنامج تاني بتدخل تعمل بث من عليه شاهد برضو الفيديو علشان بعرفك على الاعدادات مهمة جدا يعني هتعمل سيو لي البث المباشر هيساعد خوارزميات اليوتيوب انها تتعرف على البث المباشر بتاعك وكمان بقولك على حاجة او انوه عن شيء من افضل الطرق ان انت تحصل على 4000 ساعة مشاهدة هو البث المباشر وكمان تقدر ديجي لك مشتركين جداد في اثناء البث المباشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل المتابعين في قناة العلم التكنولوجيا على اليوتيوب امسك موبايلك دلوقتي وادخل معي على الجهاز زي ما انت هتشوف كده طبعا سواء كان موبايلك ايفون او موبايلك سامسونج اي نوع موبايل مابيش اي مشكلة هنبدأ ندخل دلوقتي من على الموبايل زي ما انتوا شافين كده على الشاشة هندخل نعمل بث مباشر على موقع من خلال موقع السلم يارد من متصفح مثلا جوجل كروم هندخل من متصفح جوجل كروم فتح معنا بالوجهة دي كده لو ما كانش فتح معك على البحث بتاع جوجل اكتب فوق كده هنا جوجل هيبدأ يدخل معك وتبدأ عشان نكتب هنا في البحث ده ستريم يارد لكن انت تأكد يضغط على الثلاث النقاط اللي فوق دول وتأكد ان انت منشط الموقع الالكتروني او عندك ممكن يظهر عندك الدسك توب سايت لو بالانجليزي او عرض سطح المكتب يعني يكون عليها معلم عليها كده عشان يظهر معك انك شغال بالكمبيوتر وابدأ ان انا اكتب هنا السليم يارد بعد ما اكتب السليم يارد اعمل الزهاب او بحث بعد كده بختار اول نتيجة بحث هنا اللي اول موقع الموقع بتاعهم ده ظهر في الاول افتحه هابدأ اضغط على السليم يارد طبعا فتحت معاي الصفحة زي ما انتوا شايفين كده هابدأ ان انا ادخل اليميل هنا لبس قبل ما ادخل اليميل عايز اقول لك الفرق بين النسخة المجانية والنسخة المدفوعة يعني انت ضرورة احنا نشتغل مجانا لكن برضو كنا عارف الفرق ما بينهم لو انت عايز تشتغل على النسخة المدفوعة براحتك يعني هتبدأ ان انت اضغط على الشورة اللي فوق دي كده بعد كده بيجي لك هنا طبعا بيجي لك هنا كلام في الشمال اهوت بضغط على برايسنج بعد كده بيقول لك هنا بقت ايه بيقول لك هنا اهوت في النسخة الفري والنسخة اللي هي البيسيك وفي النسخة اللي هي البروفيشنال النسخة الفيدي طبعا ما ادفعش فيها حاجة لكن بيديك بعض الأشياء وطبعا النسخة اللي هي الباسيك طبعا بيكون طبعا أقوأ أكيد بعشرين دولار في الشهر اللي ابتشترك اشتراك سنوي ولواذا اردت اشتراك شهري بيكون بخمسة وعشرين دولار وطبعا عندك النسخة التالي فيها حاجات أقوى طبعا النسخة اللي هي المجانية يديك طبعا عشرين ساعة فقط انك تعمل بث مباشر على القناة ديت او على الحساب اللي انت تدخله في الشهر يعني عشرين ساعة فقط طبعا لازم اللوجو بتاع السينيم يارد او بتاع الموقع يكون ظهر جنبي منك عشان دي انت داخل مجانا طبعا انت لك ستة بس يكونوا موجودين في الشاشة يكونوا موجودين معاك لو انت عملت سماح للناس انهم يدخلوا معاك وهنعرف لك الحاجات دي كلها واحنا بنعمل اعداد دلوقتي في حاجات هنا تانية كمان تقدر انت تطلع عليها لكن نقول لك الحاجات الاساسية بعد كده اللي هي المدفوعة اللي هي بخمسة وعشرين دولار في الشهر او لو انت هتعمل اشتراك سنة ويبقى الشهر محسوب عليك بعشرين دولار هيكون في وفر بالنسبة لك طبعا تقدر ان انت تعمل يعني هيكون مش محدد ساعات معينة تعمل اربعة وعشرين ساعة طول الشهر وبش اي مشكلة هيكون تقدر ان تسمح ان انت يظهر معك عشرة في الشاشة مش ستة بس تقدر ان انت تعمل على ثلاثة منصات في نفس الوقت امكن في سبوك ويوتيوب واي حاجة تانية كمان في نفس الوقت تقدر ان انت تعمل تسجيل كمان لأربع ساعات في البدف المباشر يعني يديك كمان مجد تعمل تسجيل طبعا ديت النسخة اللي هي المدفوعة اللي هي البيسيك النسخة التانية كمان بقى يعني طبعا كل النسخة بتاخد اللي قبلها وبيضيف لك عليها حاجات من اهم الحاجات في النسخة اللي هي البروفيشنال ديت او اللي هو الطريقة بتاعت يعني البروفيشنال اه ان انت بيبقى الجودة بتاعت البث المباشر الف وتمانين بيكسل لو كان عندك النت كويس وكده طبعا الجودة بتاعت البيسيك وبتاعت الفري بتكون اقل شوية يلا هنبدأ ان احنا ندخل طبعا مجانا الكامدة كله ولا كدنا سمعناه هنبدأ نضغط على ساين اوب هيجي لك الصفحة بالشكل ده كده تبدأ ان انت تدخل ايميل قناتك. بعد ما اتدخل ايميل قناتك زي ما انت شايف كدة بتضغط على الازل اداء عشان يجيي لكود منكوم من ستة ارقام على الايميل تبدأ داخده واتدخله ابدأ ادخل على الايميل بتاعي وابدأ اجيب الكود. ادخل ممكن من المتصفح العادي يعني مسلا ده انت فاتح بم متصفح كرون. ممكن انت تفتح تاب تانية او ان انت تط recon metصفح العادي خالص او من موبايل تاني تدخل على الايميل بتاعك. بعد ما ادخلت الكود ابدأ اضغط على الازر ادهاء عشان ادخل. دخل معي بالشكل ده كده. هبدأ ان انا اضغط على قيرية بعد اللي هو الازر ل ادهاء يعني. وبعد كده طبعا هنا اول اختيار ده اللي هو نيوي بروت كاست اللي هو ايه? اعمل برuate جديد. بعد كده هنا زهرلي حاكتين. بيقول لك هنا طبعا بروت كاست قيلة انا 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 اوعى بث مباشر على الفيسبوق على ايه. هدغط على اللي هو على اليسار ده بعد كده انا بقى لو انا عمل بث مباشر على الفيسبوك على تويتش على اي حاجة هختار مثلا اليوتيوب وانتصر. جالي بعد كده الصفحة بالشكل ده كده اقول لك اختير حساب هبدأ اختار الحساب اللي انا هيكون اه بتاع القناة اللي انا هعمل على بث مباشر. بعد كده زي ما انتم شايفين كده هوت بيقول لك يريد تطبيق يستريم يارد الوصول الى حسابك على جوجل بتقول سماح. طبعا هو تطبيق امن ما فيش اي مشكلة او موقع امن يعني. جالك طبعا هنا رسالة بيقول لك هيحتاج ليه من 24 الى 48 ساعة علشان ييتيوب يبدأ ينشط حسابك علشان تقدر ان انت تعمل بث مباشر عليه. فطبعا انت تنتظر من 24 الى 48 ساعة. بعد ما تنتظر 48 ساعة او من 24 الى 48 ساعة بعد كده يدخل برضو نفس الطريقة علشان انت بدأ تعمل بث مباشر. طبعا طلب ينتظر طبعا 24 او 48 ساعة لان طبعا دي قناة جديدة واول مرة اصلا يتعامل على بث مباشر. انا دخلت من حساب تاني هوت عشان اعرفك الاعلادات لما بعد اربعة وعشرين ساعة او بعد امان وربعين ساعة هيكون معك ازاي. بالشكل ده كده هبدأ طبعا اضغط على اه كريت بروتكاست اللي هو الازرق ده. بعد كده طبعا نيو بروتكاست اللي هو اول اختيار. بعد كده طبعا بتظهر للقناة هنا اللي انا مدخلها. بابدأ ان انا اخترها. اللي هي ديت. بعد كده بيقول لي هنا بقى عنوان. خليك معي وركز معي كويس جدا. بعد كده بيقول لي حط هنا طبعا عنوان. وحط طبعا وصف. واقول طبعا الايه هتعمله بابلك ولا هتعمله علني ولا غير مدرج ولا ايه. هابدأ حط عنوان هنا. مثلا اقول بث مباشر تجريبي. وبعد كده حط هنا وصف او اسيبه دلوقتي هقول لكم بعد شوية هنزبط الاعلاد دي كلها ازاي. بث مباشر مثلا. واسيبه كده وخلاص. بعد كده هنا انت طبعا بتخليه علني طبعا. بس انت بتخليه في الاول كده او غير مدرج. خليه كده او غير مدرج لغض انت منزبط الاعيات كلها. وهعرفك ازاي دلوقتي. وبعد كده تبدأ ان انت تطلع البث المباشر. بضغط هنا على اللي هو الازرق ده. بيبدأ يدخل معي زي ما انتم شايفين كده. بيقول لك طبعا هنا اعمل سماح طبعا للمايك والكاميرا. بقول اوكي. اللي هو الازرق ده. بيقول لك طبعا يريد تطبيق اه او يريد يستريم يارد ان هو يستخدم الكاميرا وبقول سماح مش اي مشكلة. بعد كده هنا بيقول لي طبعا الاسم اللي هيزهر بختار اسمك انت اللي هيزهر مثلا مهني سليمان. بتختار اي اسم او اسم قناتك واي حاجة ده الاسم بيزهر تحت. هضغط عليه كده هيبدأ يزهر معي فوق. لكن طبعا هنهاخفي طبعا الصورة. بالشكل ده. انا دلوقتي اعتبر نفسي ان انا ظاهر فوق. في بعض الحاجات طبعا هنا محتاج ان انا زبطها. وبعد الاعادات ان انا هعملها. انا لسه طبعا ما طلحتش يعني انا لو عايز اطلع بضغط على اللي هي بالازلق اللي فوق ده. انا مش هطلع بضلوقتي. طبعا الحاجات اللي تحت ديت يعني بيقول لك انت عايز اطلع لوحدك بالشكل ده. اه لو في حد دخلته معك اتدخاله ازاي مسلا ممكن تخلي الاختيار التانية ده لهم اتنين يكونوا في الشاشة او مسلا كزا او كزا اختار اي شكل من الاشكال اللي تحت دي. دي طريقة العرض على الشاشة. في بس بعض الحاجات هزبطها هنا. وبعد كده هدخل بعد كده على اعادات البث مباشر جوه القناة نفسها عشان ازبطها. هنا بيقول لك طبعا هنا فيه تحت هوات اللي هو الضبط. اضغط على الضبط ده اللي هو اللي هو الترس ده. بعد كده هنا طبعا اه لو انا عايز الكاميرا مسلا انا عايز اه الكاميرا اخلي الكاميرا الايمية او الخلفية. هنا طبعا بيقول لك الكاميرا اللي هي الامامية لو انا عايز اضغط كده واقول الخلفية اهوات اللي هو الفرانت والباك انا مخليها طبعا الكاميرا الامية طبعا عم بث مباشر خلال الامامية وطبعا عندي هنا طبعا الاوديو اللي هو الصوت هنا طبعا هو يعني تلقائي اللي هو ايه هيبدأ ياخد المايك او اي حاجة انت موصلها طبعا زي ما انتم شايفين كده دلوقتي ده خلاص كده المفترض ان انا ظهر على الشاشة ممكن نخلي الموبايل بالعرض يكون افضل بحيث ان انا عم بث مباشر بالعرض يكون افضل هبدأ ادخل كده على الموبايل اعادات الموبايل كده واقول التدوير الشاشة يعني اسمح ان هنا الشاشة يكون ايه قدر ادورها كده وارو عامل كده الف الموبايل يبدأ يصدر معه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده عندي بعض الحاجات تحت عندي هنا طبعا المايك اهوت لو انا عايز اضغط كده يبقى انا كده هكتب الصوت ان الصوت مش يطلع مع البث المباشر او طبعا الكاميرا لو انا عايز اوقف الكاميرا فطبعا في حاجات كويسة جدا وعندي هنا طبعا في بقى هنا حاجة مهمة جدا اللي هو الايه انفايت انفايت ده ان انا هبدأ اخد الرابط بحيث ان انا احطه زي ما بقوله كده في البث مباشر سلم عشان يوصل للناس لو حد عايز يدخل معي البث مباشر كسوط او صورة باضغط على دي كده بعد كده بقول له نسخ بعد كده اقدر ان انا احطه بقى هنا كتعليق مثبت هنا يعني اضغط هنا كده مثلا مطول كده اضغط لصق كده خلاص اوكي هبدأ ان انا اقول ايه ابدأ ان انا اقول شات بحيث ان انا ارسل ارسل رسالة ديت للناس بحيث اللي عايز يطعم معي البث مباشر في البث مباشر يطلع كده عندهم اهوت بقولهم يا جماعة ده ايه ده الرابط اللي هوصلكم ممكن الرابط لانا بعد ما اخدته ممكن ان انا بعته لأي حد عادي يعني انا طبعا عرفتك ازي ادخدوا الرابط ان ان انت طبعا بتقول ده وتتاخده معاك نسخ طب بعد ما تاخده نسخ ممكن تبعته لحد على الواتس تبعته لحد على المسنجر تبعته لأي حد يقدر انه يضغط عليه ويدخل معاك البث مباشر هابدأ ادخل بقى على سواء كان من الكمبيوتر او كان من موبايل تاني اللي هوما ان انا ادخل على اعدادات الفيديو بتاع البث مباشر وانا لسه ما بدأتش لسه ما حدش اعرف ان انا دهل على البث مباشر ولا اي حاجة ابدأ ازبط الاعداد بتاعته ممكن ان انا لو ما عنديش موبايل تاني ولا عندي كمبيوتر تاني ولا اي حاجة ممكن اضغط هنا كده على الثلاث نقاط اللي فوق واقول علامة تبويب جديدة وطبعا لو انت مش عارف ازاي تدخل على السيديو اليوتيوب من الموبايل هيكون عندك في فيديو في الوصف بتاع الفيديو ده ازاي تدخل على السيديو اليوتيوب من الموبايل وكأنك دخل من الكمبيوتر بالضبط وتعمل عرض بسطح المكتب كأنك دخل من الكمبيوتر. هيفتح معانا بالشكل انت تشوفو ده. انا فتحت هوة الستيديو اليوتيوب فتح هوة اللوحة البيانات الخاصة بالقناة. بعدين اضغط على الفيديوهات او المحتوى. بعدين بضغط على البث المباشر. انا لسه ما طلحتش اه البث المباشر او ما عملتش لايف. ولكن ظهر عندي هوة البث المباشر العلمان اللي انا حطيت. اضغط على وطبعا غير مدرك طبعا. اضغط على القلم ده كده. ركز معي كويس جدا. وبعد كده اضغط هنا بقى العنوان تمام كده. احط طبعا عنوان بتاعي طبعا اه انا كاتب بث مباشر تجريبي. انا طبعا احط عنوان بث مباشر. خلي كلمة بث مباشر موجودة في العنوان في اوله. بث مباشر مثلا اي حاجة. بث مباشر اي حاجة بقى احط عنوان اللي انت عايز. والهم في في العنوان تحط بث مباشر. علشان خوال رزبات اليوتيوب تبدأ انها تتعرف على الفيديو انه بث مباشر وتظهره للناس بعد كده في الوصف هنا العلوان اللي انا نحطه فوق احطه في الاول برضو هنا وابدأ ان انا احط هنا برضا وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي وكل شيء ولو عندي روابط لفيديوهات سابقة برضو كويسة احطها هنا واحطها اشتاك برضو كمان بعد ما احط طبعا هنا نقول مثلا بث مباشر الان على قناة كذا مثلا العلم والتكنولوجيا اي اسم يعني العلم والتكنولوجيا وفي هذا البث المباشر نناقش ونرد على اسئلتكم مثلا ويبدأ ايه وهذا بث مباشر كذا يعني كلمة بث مباشر بتكتبها اكتر من مرة عشان يبدأ يتعرف عليها اليوتيوب وبعد كده بنزل تحت كده مثلا احط هاشتاج بث مباشر بعد كده مثلا هاشتاج تاني آآ لايف بعدين هاشتاج تاني مثلا بث مباشر يوتيوب مثلا او بث بعد كده احط هاشتاج باسم قناتي العلم التكنولوجيا بعدين احط هاشتاج تاني باسمي انا مثلا لو انا قناتي مش باسم يعني مهني سليمان طبعا بعد الفقرة انا بحطها فوق هنا بابدأ احط هنا مثلا ايه روابط مثلا فيديوهات مهمة مثلا على قناتك تحطها فيديوهات مهمة وتبدأ تخل طبعا الروابط تحطها هنا وبعد كده تنزل لتحت كده وتحط مثلا وسائل التواصل وتبدأ تحط بقية عندك مثلا لو عندك فيسبوك عندك اي حاجة اي وسائل تواصل عندك موبايل اي حاجة تحطها هنا بهذا الشكل يبقى انت حطيت كده العنوان فوق وحطيت فيه كلمة بث مباشر وبعدين طبعا حطيت هنا الوصف وحطيت فيه بث مباشر اكتر من مرة هو اتفقرة فيه الناس بتطلع كده تكتب لك العلوم السلام عليكم ما عاربش يعني الكلام ده تعمل لو انت عندك مشتركين كتير جدا فانت بتعمل الكلام ده عشان يجي لك مشتركين فلازم تحط سي كويس وتحط طبعا الوصف بهذا الشكل فقرة ووسائل التواصل وروابط تحطها برضو بهذا الشكل كده وكانك بتعمل سي يو لعي فيديو عادي خالص وطبعا لو انت عايز تتعرف ازاي ان انت تعمل اعدادات اللي هي كيفية ترفع فيديو على فيديو بطريقة احترافية تلاقي عندنا فيديو في الوصف في الفيديو ده بيشرح السي يو بيشرح كل شيء اكتر من فيديو يكون موجود بعد كده تزيل لتحت هنا كده تحط الصورة المصغرة لازم تحمل صورة مصغرة تعمل صورة مصغرة كويسة يكون محمول عليها كده بات كلمة بث مباشر وكاتب كده يعني يعني تكون جزابة هنبدأ نختار صورة من عندنا او ارها لكم دي مثلا صورة هي تشوف مكتوبة عليها بث مباشر فوق بحيس ان اي حد يشوف الصورة المصغرة قدامها بيقلب في اليوتيوب لان البث مباشر بتاعك بيزهر قدام الناس طالما انت حتى تصير كويس هيزهر قدام الناس فكلمة بث مباشر وفي لايف هيت موجودة على الشمال وتكتب بقى اي حاجة انت عايزها بقت يعني اتكلم في اي موضوع انت عايز وكتب اي حاجة انت عايزها تحط صورتك او صورة اه صورة مميزة او صورة تجزب الناس والوان طبعا تكون قوية وحاجات زي كده يبقى بس كلمة بث مباشر تكون فوق كده بهذا الشكل زي ما اواضحوا قدامكم كده بعدها تنزل لتحت كده هنا لو انت عندك قوائم تشغيل طبعا تحطها في قوائم التشغيل طبعا مثلا بث مباشر مثلا تحطها في البث مباشر بعدين تقول تم بعدها تنزل لتحت كده طبعا الفيديو ليس مخص الاطفال بعدين تنزل لتحت بعدين بتحط هنا العلامات العلامات مهمة جدا جدا اللي هي التاجز تبدو تحط في العلامات اي اول حاجة تحطها بث مباشر لايف بث مباشر يوتيوب ايه ده اللي انا كتبه ده بث مباشر يوتيوب. حط اسمك. اسم قناتك. حط بقى اكتر من كلمة مفتاحية. حط اكتر من كلمة مفتاحية هنا. بس على طول بقى ايه يعني مسلا بث مباشر يوتيوب. يوتيوب. تحط بقى كلمات تخص الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. لو مسلا بتتكلم في الربح ملي pedal بقى تكتب كزا. الا هم تحط سي يو قوي. ما تحطش كلمات طبعا تخص قروات تانية. مسلا يعني مسلا تقول لي احط بث مباشر ازاعة القرون الكريم مش عارف اي ده غلط. حط ايشيات تخص للاشياء اللي انت بتعملها. بعد كده بنزل لتحت هنا. طبعا بختار التاريخ بتاع اليوم اللي انت شغال فيه. مثلا ده اليوم اهوت. وبعد كده بتنزل هنا طبعا خلاص الفئة. تختار الفئة بتاحتك. انت مسلا قناتك بتاعت ايه? هل هي مسلا طبخ تختار التعليم? هل هي مسلا كوميديا? هل هي كزا? تختار الحاجة اللي انت عايزها. انا مسلا اختار العلوم والتكنولوجيا. وبعد كده هنا بقول لك اخضاع التعليقات. خليها على كده اخضاع التعليقات. وهنا طبعا خليها كده زي ما هي. طبعا انا كده حطيت سيو كويس. وزبطت كل شيء. اه اليوتيوب طبعا عمل خاصية جديدة ان انت ممكن تعمل ان محدش اه يكتب لك رسالة في الشات بتاع البث المباشر غير فقط اللي بيشترك في قناتك. وده حاجة كويسة جدا دي ميزة جديدة بنزلها وهنا اقول لكم عليها. يعني مش اي حد يدخل كده من بره يكتب لك سؤال او يجتمك او يكتب اي شيء بدون ما يشترك الاول. فيشترك الاول وبعد كده يقدر يكتب. طبعا اللي انا بعمله ده كله مسلا بعمله حفز. بيبدأ يحفظ الاعيادات اللي انت دخلتها. طبعا انا بعمل ده كله ولسه البث المباشر ما طالحش عند الناس. لسه محدش راح له اشعار. لان انا عامله غير مدرج. وطبعا موقف طبعا الموبايل اهو موقف الموبايل على ما عملتش لسه يعني طيب بعد كده بضغط هنا على العلامة دي كده اللي هي التخصيص وبعد كده هنا بقول لك المحث مباشرة وطبعا باختار مثلا محث مباشرة الناس تسمح للناس اللي ما يدخلوا يعني. واعدي التشغيل المحث مباشرة بعد البث مباشرة ماينتهي وترفعه طبعا ان لو حد يشوف الشاة يقدر يشوفه. لو انت مش عايق سحد يشوفه بعد البث مباشرة براحتك تقدر تخفي من هنا كده او عايق تشغاله تشغاله. طبعا هنا بقول لك اوضاع المشتركين. اي مستخدم يقدر يكتب لك? اي حد يدخل يقدر يكتب? ولا المشتركون فقط? اختار مثلا المشتركون فقط لو انا حابب ان ما حدش يكتب لي غير فقط الناس اللي اشتركوا في قناتي. واقول لحد الادنى لمدة الاشتراك قد ايه? او لفترة الاشتراك. اخترها مثلا دقيقة واحدة مثلا. يبقى كده بعد ما هو يشترك في قناتي بعدها بدقيقة هيقدر ان هو يكتب لي في الشات. عشان كده يجي لمشتركين في البث نباشر. فدي حاجة كويسة جدا. بعد كده بضغط على حفز. طبعا الاعادات اللي احنا عملناها دي كلها لو انت قناتك غير مفعلة ربحية. انت لم تنضم لي برنامج شركاء يوتيوب. ما فعلتش قناتك. ما فيش اعلانات عندك على قناتك. فانت عمل الموضوع ده بغرض بتعمل بث مباشر بغرض ان انت تنشط القناة. تتفعل مع الناس المتابعين ليك. ان انت يجي لك عدد بساعات مشاهدة. يجي لك مشتركين الاشادي كلها. طب انت لو مفعل قناتك حاجة واحدة بس اللي هتزيد على الحاجات ديت ان انت يزهر لك هنا علامة الدولار. هنا كده في الجنب. هنا في الجنب كده في اليمين كده هتلاقي علامة الدولار. اضغط عليها وتقول تفعيل الربح على الفيديو ده. يبقى علشان يجي لك ارباح من البث المباشر. ولو انت عامل عندك سوبر شات عامل عندك اي شيء. اي حد يقدر ان هو كمان يحط لك الفلوس والصور شات. اه وهو داخل معاك البث المباشر. طيب. وبعد ما تعمل تضغط علامة الدولار وتختار اللي هو تفعيل الربح على الفيديو. تنزل لتحت هنا كده. وتلاقي عندك هنا في حاجة اسمها التوزيع. هنا. طبعا دي هكون نشطة. لما انت تفعل الربح على الفيديو هكون نشطة. دي قناة طبعا غير مفعلة يعني. اه التوزيع. وعلى فكرة القناة دي غير مفعلة ولسه كمان ما فعلناهاش ولا كمان يعني ما قدرش ان نعمل عليها بث مباشر من تطبيق اليوتيوب. وبزا ومع ذلك بنعمل بث مباشرة هوت من السريم يارضو بش اي مشكلة. طيب اه التوزيع توفير الفيديو على جميع المنصات. تضغط على السهم ده كده وتقول توزيع الفيديو توزيع الفيديو على المنصات التي اه يتم الربح منها فقط. يعني تختار الاختيار التاني مش الاختيار ده. علشان يجي لك ارباح اكتر على البث المباشر. وعلى اي فيديو على فكرة تختار الاختيار ده يعني يبقى ليه تأثير يعني. يعني انا شاف ان ممكن يكون ليه تأثير. خلاص كده انت خلصت كل شيء زي الفل تمام التمام. ابدأ امسك موبايل بقى. على فكرة الاعدادات دي تعملها على اي بث مباشر بتعمله. حتى لو انت بتعمل بث مباشر من تطبيق اليوتيوب العادي. حتى لو انت بتعمل من خلال او بي اس من اي برنامج تاني. اي حاجة بتعملها ادخل برضو كده وما تعملش علني غير لما تدخل من الموبايل تاني او المتصفح تاني تدخل وتضبط الاعداد دي كده. هبدأ امسك الموبايل بتاعي هوت على نفس الصفحة اللي انا كنت فتحها. زي ما انتم شايفين كده هوت. وهبدأ ان انا اقول جو لايف. طب انا لو طلحت دلوقتي لايف انا اصلا عامل الفيديو غير مدرج. فلازم ان انا ندخل هنا كده على تعديل اللي هو القلم اللي فوق ده. وابدأ ان انا اختاري بقى اختار اللي هو دي اضغط على السهم ده كده. يزهر لي هنا اللي هو ايه او الاختيار في طبعا اختار يهيه اللي هو ايه علني. بعد ما اختار خلاص انا مش هخطار طبعا عن UE احدد موضوع اتكلم فيه مع الناس. تمام كده خلاص كانت طلاحت ليف طبا انا عايز انهي البث مباشر هيجي لك هنا طبعا انا اطلع معكم البشر زي ما انتم شايفين كده. انا حاليا لايف دلوقتي المفروضة هو. طلحت لايف خلاص. طمام لو انا شلت مثلا كده يعني حاول وجهها عليها كده. تمام? اقفل الشاشة تاني. اغطيها كده عشان البرد ولا الحر. تمام كده? وبعد كده طبعا لو انا عايز اوقف البث مباشر بقول له اند برود كاست. خلاص كده تمام? بيقول لك اند اند. اختار اند خلاص. كده انا البث مباشر. وبعد كده خلاص كده واقف معي البث مباشر. وكده خلاص المفترض لو انا جالي ساعات جال اي حاجة انضافت لي القناة. طبعا انا كنت ممكن ان انا الرابط اللي انا اخدته بتاعي اللي هو السلم زي ما انتم بتقوله له عشان نسخه معايا. كنت ممكن اخده كده نسخه وادخل على الشات بقى ادخل من التطبيق العادي وافتح بقى البث مباشر بتاعي عشان اقرأ منه. مانا ده يكون شاغل قدامي كده مش هيكون بعيد كل شقرة. وانت مش عارف يا فلانة وانت يا فلان. لأ انت مسك الموبايل كده في ايدك. موبايل تاني. انت ادخل من موبايل اهوة. ادخل موبايل تاني. وابدأ عشان تشوف الشات بتاعك تحت البث. الناس عايز تدخل معاك او انت عايز تعمل سماح الناس تدخل معاك. تروح جاي ضغط مطول كأنك هتكتب رسالة عادية. وتروح جاي حاطة الرابط اللي انت اخدته قبل شوية نسخ. وتروح جاي عامل ايه? وتروح جاي ضغط على المثبت التعليق يكون ظهر قدام الناس. باي طريقة بقى اللي انت عايز ان هم ان انت بتحط الرابط للناس وخلاص. او ترسله على المسنجر للناس. تحطه في اي مكان اللي هم ان انت براحتك انت بقى. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. واتمنى لكم التوفيق والسعادة. ولو انت شايف ان انت بتهتم بالقناة هدية وكده. اشترك في القناة وفعل جرس على كلها عشان ليصلك اشعار في فيديوهاتنا. وان شاء الله انتظر مننا برامج واشياء كتير ان شاء الله لفترة القادمة. للمنتاج والعمل بث مباشر برضو للقنوات الغير مفعلة والقنوات المفعلة. وان شاء الله يعني نقدم لكم شيء يعني يكون مفيد لكم. اعمل لايك للفيديو ده. دعم للفيديو يعني لو عجبك. ولو انت عندك اي مشكلة في اي شيء اترك في التعليقات او احضر معنا البث مباشر ونحن برد على كل الاسئلة وبرجع القنوات. مجانا. اشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.